نعم وأعوض إلى ضيفي في الأستوديو المحمد السياسي دكتور عبد الحفيظ النهاري دكتور عبد الحفيظ يعني برأيك لماذا تحرص الميليشيا الحوثية على إنشاء أجهزة موازية للدولة بدلا من القيام ببناء الدولة من الجديد بداية هي سلطة انقلابية استحوذت على مؤسسة الدولة بالقوى العسكرية وطردت الحكومة الشرعية واستولت على هذه المؤسسات ولأن هذه المؤسسات مؤسسات دولة وأسسات على أسس وطنها فإنها لا تناسب مع مصالحها الطائفية وبالتالي منذ البداية منذ ما سمي بالإعلان الدستوري في فبراير 2015 نصب نفسه أو نصبت الحركة محمد علي الحوثي رئيسا للجان الثوري جهاز اللجان الثورية هذا شكل جهازا موازي للدولة كلها ووضع مشرفا وجعل اللجان الثورية تشرب في كل مؤسسة على أداء المؤسسة وتشكل مصدر موازي للقرار داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وكان محمد علي الحوثي على رأس هذه اللجان الثورية وبعد أن تشكل المجلس السياسي الأعلى واتفق على أن ينتهي دور اللجان الثورية وتسلم السلطات لهذا المجلس باعتباره مجلسا يمثل الدولة وذو مرجعيات دستورية سلمت اللجان الثورية مهمها صوريا شكليا وبقيت تدير هذه المرافق والمؤسسات من تحت الطاولة من وراء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني وبعد أن وصلوا إلى مرحلة معينة طبعا ظل القضاء إلى حد ما يعني هاجس من هواجس الميليشيا الطائفية التي تحاول أن تسيطر على السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية بعد أن تحكمت في السلطة التنفيذية تقلت إلى السلطة التشريعية إلى البرلمان وتحكمت فيه واجرت تعديلات غير دشتورية ثم انتقلت بعد ذلك إلى السلطة القضائية وتركتها في آخر البطاف حتى لا تستفز هذه السلطة والآن محمد علي الحوثي نصب نفسه أو نصبته الحركة يعني كمشؤول على المنظومة العدلية مشرف على المنظومة ما الذي تريده هذه الميليشيا؟ بالذات عندما تقوم بالسيطرة على الأليات القانونية بالتحديد أولا هي ليست دستورية وليست قانونية وبالتالي ليس لها علاقة بالدستور والقانون هي تشتغل وجودها خارج الدستور والقانون لا تستطيع أن تعيش وفق الدستور والقانون لأنها حركة انقلابية ولكن تعيين محمد علي الحوثي أو تكليف محمد علي الحوثي من قبل الحركة بالإشراف على المنظومة العدلية ما اسموه المنظومة العدلية هو اتجاه لحوثنة القضاء بعد أن استكمله حوثنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حوثنة القضاء وتجين القضاء لصالح هذه الطائفة وتوظيفه لصالح الحركة وقمع رجال القضاء النزيهين والمستقلين والمتمثكين بالمرجعية الدستورية والقانونية والاشتغال خارج الدستور لأنه ما معنى أن تشكل منظومة عدلية على القضاء القضاء لا سلطان عليه القضاء لا سلطان عليه القضاء هو الذي يمثل روح الدستور وروح القانون ويدافعه عن الدستور وعن القانون وعن القيمه ويحمي المواطنين الشعب ويحمي العلاقة بين الشعب وبين السلطات أريد لهذه المنظومة العدلية أن تنخر في جسد هذا القضاء حتى يتحول القضاء إلى مجرد أداة تقدم السلطات الإنقلابية والطائفية الحوثية ويصبح صوتاً أو سيفاً نصلةً على رقاب اليمنيين كما تريد السلطات الحوثية الإنقلابية أن تستخدمه ومن ذلك سحب كل ما هو الشرعي إبطال كل ما هو شرعي يعني من عقود ومن ملكيات ومن مرجعيات حل الإشكالات خارج القضاء حتى يصبح المجتمع يشتغل خارج القضاء ويبقى تحت تسلط وتحكم هذه الميليشيا بحيث أنها لا تلزم نفسها بمرجعيات دستورية وقانونية أو الرجوع للقانون أشكرك جزيلا شكراً على حضورك معنا وعلى كل هذه الأطروحات التي نمت بطرحيها شكراً لكم